السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله ينسيكم بالخير جيم يعني يمكن كثاركم سمع عن المشكلة اللي صارت ذكرناها في فيديو سابق وذكرناها كذلك ذكرها أكثر الشباب مشكورين اللي هي جتفة الدفعة الأخيرة اللي هي الدفعة اللي أول لون ينزل منها اللون البرونزي واللون الأسود نزل منها لونين والمشكلة تكمن في تنسيم من منطقة البلف الموضوع بسيط جدا إن شاء الله عز وجل ولا يستدعي للقلق يشكر الأخوان في مركز فهد على تصنيع قطعة تيفلون تعتبر 99% فأصلا تسأة حل للمشكلة جدري ويشكرون الأخوان كذلك في مركز القناص أنهم افراها للزبائن ويرسلونها للزبون أو يعطونها الزبون إذا جال المحل للي أخذ الدفعة هذه طريقة تركيبها في قمة السهولة يعني ما يحتاج أنك تروح تعطيها المركز وتقول صلحوا لي صيانة الموضوع سهل أول خطوة نسويها نشيل البلف العذرا الاسطوعانة نثكها طبعا نفككها جاهزة بس علشان بس أشرح بعدين نعشك ونرمي لأجل يطلع الهواء ونتأكد أن المنظم ما فيه هوا نجي نفك المسامير الأربعة ونطلع القطع هذه بعدين نجي نفك كذلك البلف نطلع الآن طلعنا البلف طبعا المشكلة ذكرناها بفيديو سابق وذكرها كذلك المشكلة في الجزء هذا هذا الجزء هذا هو اللي صار نحيف وصارت الربلة تطلع إذا جاه ضغط عالي أو إذا جاه حرارة عالية بالسيارة مثلا للناس اللي يتركنون البنادق في السيارة أو من الجو إلى آخر الحل طبعا اللي هو التركيب الربلة التفل البيضة تأخذونها من مركز القناص أو من مركز فهد تطلبونها ولا يستدعي صيانه معقدة ولا شي هذه الربلة القديمة زي ما تشوفون ربلة طرية وهذه الربلة الجديدة اللي هي التفلون بعض الإخوان يأخذ الربلة من القناصة ومركز فهد يركبها وللأسف تنسل البندق مع ليش لأن يركبها وما يخليها تجي في نفس مكانها الصحيح اللي هو هنا يدخلها في نفس الفتحة الخاصة بالربلة فتكون على طرف وتنقطع على طرف لذا لا بد أنها تكون تتأكد قبل تشد البلف أنها متساوية بالشكل هذا بالشكل هذا تركيبها صحيح نجي الآن نركبها نشدها شد ما هو عاد شد صوامي الكفرات شد منطقي بسم الله خلصنا الآن نجي نركب الاسطوان بسم الله نجي نجي إلى الجهة الثانية اللي فيها السارة نجي نشوفها وابحة بسم الله بدت الآن تعبي البندق بدت الساعة تطلع كذلك طبعا أنا دائما إذا جي تركب الاسطوانة ما أحب أشد لها بسرعة لأجل دخولها الهواء يكون قوي على الخفيف وبعدين أبدأ أشدها ما شاء الله تبارك الله وهذه الساعة الآن نجي نركب الجزء الأخير من الموضوع من الموضوع حلو من الموضوع من القطع وبكذا نكون انتهينا إن شاء الله عز وجل أرجع وأشكر الأخوان في مركز فهد ومركز القناص على توفير القطعة بشكل سريع ومن واجهتها المشكلة يتصل بقى القناص إذا كانوا قريب عندهم ويرسلوا الرابرة أو يأخذها من مركز فهد والله يوفق نوياك من توفيق المبارك ترجمة نانسي قنقر